بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأصعد الله أوقاتكم بكل خير مرحبا بكم في الحلقة السادسة من حلقات مقرر القياس والتقويم والتي سنتحدث خلالها حول بناء اختبارات التحصيل الاختبارات أعزائي بمختلف أنواعها المعدة من قبل المعلم تلعب دورا رئيسيا في التقويم المدرسي لأن الغرض من وجودها هو قياس مخرجات التعليم الصفي والاختبارات هي التي تقيس أداء الأفراد بهدف تعرف بعض الجوانب الفنية في المادة المتعلمة وفي بعض المهارات التي لا يمكن قياسها بالاختبارات الشفاهية أو الكتابية من مقالية أو موضوعية ولذلك فهي لا تعتمد على الأداء اللغوي المعرفي للطالب وإنما تعتمد على ما يقدمه الطالب من أداء عملي في الواقع ولنبدأ عزائي المشاهدين بتعريف الاختبارات المقالية الاختبارات المقالية هي أقدم أنواع وسائل التقييم المكتوبة في التربية وتكون في العادة على نوعين طويلة تمتد إجاباته أحيانا لعشرات الصفحات أو تتعدى في مجملها نصف صفحة كما في التربية المدرسية ثم قصيرة ذات إجابة محدودة تتراوح بين جملة أو عبارة أو نصف صفحة وتسمى أحيانا بالاختبارات ذات الإجابة الحرة ويطلق عليها أحيانا اسم الاختبارات الإنشائية أو التقليدية ولأن هذه الاختبارات تتيح للمفحوص فرصة إصدار جوابه الخاص به وكيفية تنظيم الإجابة وترتيبها فهي تساعد على قياس أهداف معقدة معينة كالابتكار والتنظيم والمكالمة بين الأفكار والتعبير عنها باستخدام ألفاظه الخاصة وتستخدم الاختبارات المقالية في التربية لكشف قدرة التلاميذ على تشكيل الأفكار وربطها وتنصيقها المنطقي معا بأسلوب لغوي واضح ومفيد فهي بالإضافة لقياس التحصيل تنمي قدرة التلاميذ على التأمل وللإبداع الفكري ونقد المعلومات وتقييمها وتمثل الاختبارات المقالية أدوات القياس المعدة لقياس قدرة الطلبة على التفكير واستخدام ما اكتسبوه من معارف ومعلومات حيث تتيح للمستجيب درجة من الحرية لتسهيل استجاباته وتمكنه من بيان قدرته على تذكر الأفكار والمعارف وتحليلها وتركيبها وتنظيمها وتقويمها هذا وتتباين الأسئلة المقالية في درجة الحرية التي توفرها للطالب لدى صياغة إجاباته وتكوينها فقد تكون هذه الأسئلة محددة على نحو المتطرف بحيث تبين للطالب مجال الإجابة وتقويمها بالطريقة التي يراها مناسبة من أنواع الأسئلة المقالية أسئلة المقالة القصيرة أمامكم أعزائي على الشاشة أمثلة عليها اذكروا المقصود في كل مما يأتي قانون التعلم الشرطي لانتفاء التجريبي قانون التعلم بالمحاولة والخطأ التردد والتكرار التعلم بالاستبصار النطج والخبرة أذكر خطوات تجربة بافلف التي أجرها على الكلاب في قانون الارتباط الشرطي باختصار هذا النوع من الأسئلة أعزائي يتطلب أن يضع الطالب حدودا مجزة للإجابة لأن حدود المادة التعليمية المطلوبة قد تكون محدودة ودقيقة بالمشكلة وتكون الإجابة عليها فقرة أو صفحة واحدة أو أكثر وهي تبدأ بكلمات عدد حدد أعطي سببا تكلم عن أسباب إلى آخر ثانيا أسئلة المقال المطولة أمامكم أعزائي على الشاشة أمثلة عليها ناقش النظريات التي أجريت في قانون التعلم بالمحاولة والخطأ اقترح طريقة للتعلم بقانون الأثر توفر هذه الأسئلة للمتعلم حرية غير محددة في تقدير حجم وشكل الإجابة أي قد يقوم المتعلم بكتابة عدد صفحات لسؤال واحد وهي تبدأ عادة بالكلمات التالية ناقش ابحث استعرض تتبع أما مزايا الاختبارات المقالية أعزائي فهي كما يلي تتيح للطالب فرصة تحليل الأفكار وتركيبها على نحو يمكنه من تعلم مهارات حل المشكلة ويشجعه على التفكير الإبداعي تساعد على اكتساب عادات ومهارات دراسية جيدة تمكن الطالب من فهم المادة على نحو كلي وتساعده على تنظيم أفكاره ومعلوماته وتحول دون استغراقه في حقائق ومعلومات تفصيلية لا يتطلب عداد الأسئلة المقالية جهدا ووقتا كبيرا من جانب المعلم وللاختبارات المقالية عيوب منها عدم ثبات نتائج الاختبارات المقالية نظرا للعوامل الذاتية التي تتدخل في عملية التصحيح يتطلب تصحيح الاختبارات المقالية وقتا كبيرا إذا ما قرنت بالوقت المستغرق في تصحيح الأسئلة الموضوعية لا يمكن لأسئلة المقالية أن تغطي قسما كبيرا من محتوى المادة الدراسية الاختبارات الموضوعية أمامكم أعزائي أمثل على الاختبارات الموضوعية حيث تكون عادة اختر الإجابة الصحيحة أو صح أم خطأ أو إملأ الفراغ أو وفق بين عمودي فالاختبارات الموضوعية هي وساء القياس حديثة العهد نسبيا في التربية حيث بدأ استخدامها واضحا عام 1915 ميلادي لدى عدد من أنظمة التعليم المحلية في الولايات الأمريكية وترجع تسمية هذه الاختبارات في الواقع لموضوعية تصحيح إجاباتها أي تصحيح المعلم لهذه الاختبارات محدود بموضوع إجاباتها المحددة المعروفة دون أي فرصة لتدخل ميوله أو أهوائه الشخصية في تقرير صحتها أو قيمتها كما يحدث في الاختبارات المقالية أحيانا ومن مزايا الاختبارات الموضوعية أعزائي توفر الفرصة أمام اختيار عينة أوسع من الأسئلة أكثر مما تتيحه الاختبارات المقالية يمكن الإجابة عنها في الوقت المخصص للدرس اتساع عينة الأسئلة يزيد من معامل ثبات الاختبار يمكن تصحيحها بسهولة وبسرعة يدوية أو بواسطة الكمبيوتر يمكن استخدامها في قياس درجات متفاوتة من المعرفة والفهم تحديد الجواب سلفا وهذا يناسب الطلبة ذوي التحسن الأكاديمي الضعيف أو الذين لديهم صعوبات تعليمية أو الطلبة غير القادرين عن التعبير عن أنفسهم بشكل سليم يلغى رأي المعلم أو المصمم مما يزيد من مدى مصداقية وموضعية عملية إجراء الامتحانات والاختبارات إعطاء تعليمات واضحة محددة تتعلق بكيفية إجراء الامتحان وذلك من خلال عدم حاجة الاختبار إلى فترة زمنية طويلة وللاختبارات الموضوعية يا عزائي عيوب منها تتطلب وقتا ومهارة في التصميم وذلك خلال مرحلة الإعداد والتصحيح حيث يتطلب إعداد هذا الاختبار فهما كاملا للمادة الدراسية كون هذا الاختبار يغطي كافة مفردات المادة تسمح بالتخمين أو النجاح بطريقة الصدفة أو عن طريق الغش كما في اختبارات الصواب والخطأ إلا إذا عالجنا ذلك بتطبيق معادلة التصحيح وهو ما يعرف من مبدأ الخطأ يأكل الصح من حيث الزمن إذا كان عدد المفحوصين قليلا يعتبر استعمالها مضيعة للوقت وفي هذه الحالة تفضل الاختبارات المنقالية على الموضوعية لأنها توفر الوقت أما إذا كنا سنستعمل الامتحان لسنوات متتالية وكان صدق وثبات العلامة من أهدافنا فتفضل الاختبارات الموضوعية تكلفتها أكثر من المقالية من حيث استخدام الورق والطباعة أمامكم أعزائي على الشاشة مقارنة بين الأسئلة المقالية والأسئلة الموضوعية دعونا نستعرضها سويا من حيث ما يلي أولا المفاهيم التعريفية فالمقالية تقودنا إلى الحرية في الاستجابة ليس هناك نمط واحد للإجابة الصحيحة ويعتمد تقدير العلامة للإجابة على الأحكام الذاتية للمصحح أما الموضوعية فتقودنا إلى أن الاستجابة تكون مقيدة المطلوب في السؤال محددا تحديدا تاما والتصحيح لا يتأثر بذاتية المصحح ثانيا الشمول لمجال التحصيل فالمقالية تفتقر هذه الأنواع للشمول والتمثيل وهما أساسية لصدق المحتوى أما الموضوعية فالأسئلة تكون عادة كبيرة العداد وبذلك يمكن أن تكون شاملة وممثلة لجميع جوانب التحصيل ثالثا أنواع الأهداف التي يمكن قياسها في كل نوع فالمقالية تتميز أسئلة المقالة بمرونتها وقابليتها لاحتواء مهمات وأهداف على درجة كبيرة من التنوع مثل ذكر المعلومات أو الحقائق أو حل مسائل أو كتابة برهان رياضي أو مقالة إنشائية أما الموضوعية لا يمكن قياس بعض الأهداف التدريسية في الأسئلة الموضوعية وبخاصة تلك التي تعتمد على إنتاج الأفكار والتعبير عنها إلا أنها تصلح لقياس أهداف من تصنيف بلوم للأهداف المعرفية رابعا مصادر الخطأ والثبات مصدر الخطأ الرئيس يأتي في عملية التصحيح وتقدير العلامة فالمقالية مصدر آخر للخطأ يأتي في عملية اختيار الأسئلة أو بالأحرى موضوعاتها وفي هذه الحالة تكون قليلة نسبيا ولا تمثل الشمول صدفة أو حض مصدر خطأ مرتبط بتوزيع العلامات ويكون ذاتيا أما الموضوعية فتتميز بالدقة في التصحيح بالرغم من تغير المصحح أخطاء المعينة الناتجة من اختيار المهمات في الأسئلة من مجال التحصيل المعين فهي أقل بكثير مما عليه في الأسئلة المقالية لا يوجد مصدر للخطأ في هذا الجانب فالتوزيع دقيق خامسا احتمالات التخمين في الإجابة يكاد لا يوجد مجال لتخمين الإجابة الصحيحة في الأسئلة المقالية أثر انطباع المصحح والتورية وموض في نص بعض الأسئلة لا تنصف الطلب ضعفي التعبير اللغوي أما في الأسئلة الموضوعية فالتخمين وارد بنسبة 25% للإجابة الصحيحة وفي اختيار من المتعدد أو حسب خبرة المفحوص وذكائه أخيرا أعزائي نكون ناقشنا بناء اختبار التحصيل وناقشنا مزايا وعيوب كل نوع من أسئلة الاختبارات وقررنا بين أسئلة الاختبارات المختلفة وأنواعها وإلى هنا أعزائي أستودعكم الله وإلى لقاء آخر ترجمة نانسي قنقر